وتوجه الرئيس السيسي بالتهنئة إلى قيادات وأبناء القوات المسلحة في عيد النصر وشدد الرئيس السيسي على الاستمرار في عملية التنمية والتحسين ظروف المعيشة وبناء مستقبل أفضل تحظى به مصر بالمكانة اللائقة التي تستحقها بين الأمم أتقدم بأسمى آيات التقدير إلى أبطال مصر من شهداء القوات المسلحة في حرب أكتوبر وجميع الحروب وأقول لأسرهم وزويهم أن شعب مصر أصيل لا ينسى منضحه من أجله وأن مصر ستظل بارة بكم كما كان أبناءكم برين بها كما أتوجه بالتهنئة إلى قيادات وأبناء القوات المسلحة المصرية في عيد النصر فقد كنتم على مدار التاريخ حسن الوطن ويده الضاربة في حماية أرضه وحفظ كرامته وتحية من القلب إلى المواطن المصري صاحب الإرادة والقرار في معادلة مواجهة التحديات وتنمية القدرات وأكد أنه بتلاحمنا وإخلاصنا ووعينا قادرون على تجاوز الظروف الصعبة كما تجاوزناها من قبل مهما كانت صعوبتها وفي ذات الوقت نحرص على الاستمار في التنمية لتحسين ظروف المعيشة ولبناء مستقبل أفضل تحظى فيه مصر بالمكانة اللائقة التي تستحقها بين الأمم ترجمة نانسي قنقر